بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون هذه أيضا نعمة أخرى منحها الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلتم يا موسى قالوا لموسى لن نؤمن لك إيمانا كاملا لن نصدقك أبدا يصدقوه في ماذا بأن لنا إلها خلقنا وبيده أمورنا احنا من صدقك بهذا الشيء أو لن نؤمن لك بأنك نبي مبعوث من قبل الله سبحانه فإما ينكرون وجود الإله وإما ينكرون نبوة النبي موسى صلى الله عليه حتى نرى الله جهرة لازم أول نشوف الله حتى نؤمن نراه جهرة يعني علانية وعيانا فالله نشوفه وهو يخبرنا بذلك وقد طلب بني إسرائيل من النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هذا الطلب حينما اختار من قومه سبعين رجل ذول السبعين يحضرون معه إلى الميقات فلما حضروا إلى الميقات طلبوا رؤية الله تبارك وتعالى ولما كان هذا الطلب يعتبر ظلما كبيرا لأنه التعدي على التوحيد وعلى الساحة الربوبية فاستحقوا عقابا أليما وهو الموت بالصاعقة فأخذتكم الصاعقة الصاعقة النار اللي تنزل من السماء على أثر استقاك السحب أو مادة مذابة من المعدن ونحوه تصيب الإنسان فتقتله لما طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى نزلت هذه الصاعقة من السماء فقتلتهم جميعا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يعني تنظرون نزولها يعني تنظرون إليها حال نزولها وتنظرون إلى سبب موتكم فلم يكن موتهم موتا عادية حتى واحد يقول إن هذا الموت أمر طبيعي أو موت لم يعرف سببه لا هم قبل أن يموتوا شاهدوا نزول العذاب فكان دليلا على ذنبهم وخطائهم وهذه المشاهدة وعنتم تنظرون لكي يشتد ألمهم لأن الإنسان إذا مات فجأة الألم فقط ألم الموت أما إذا شاف السبب اللي يموت بي هذا أشد ألمه لأنه يسبب الخوف الشديد عنده فيخلع قلبه قبل أن يموت فهناك ألم الموت وهناك ألم قبل الموت وهذه الآية تدل على استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة لذا الله تبارك وتعالى عاقبهم أما إذا كان رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة فلم يكن وجه لهذا العقاب الشديد لأنهم طلبوا أمرا ممكنة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بعد أن أماتهم الله تبارك وتعالى بعثهم يعني أحياهم لماذا أحياهم لأن النبي موسى صلى الله وسلم عليه طلب من الله تبارك وتعالى أحياءهم حتى البقية من بني إسرائيل لا يقولون أنت أخذت ذول وجهاء القوم وأعيان القوم وقتلتهم في الطور فيتهمون موسى بقتل جمع كبير من وجهاء بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم بسبب هذه الصاعقة بعثناكم لعلكم تشكرون تشكرون نعم الله تبارك وتعالى وترفعون اليد عن العناد والغي وترجعون إلى رشدكم وصوابكم وهذه الآية أيضا دليل على إمكان الرجعة فإن الله تبارك وتعالى بعد أن أماتهم أحياهم استجابة لدعاء موسى فقضية الرجعة قضية ممكنة ومذكورة في القرآن الكريم والله تبارك وتعالى يمكنه أن يعيد هذه القضية لمن يشاء من هذه الأمة هذه أيضا من النعم الأخرى التي حباها الله لبني إسرائيل نسأل الله تبارك وتعالى أن يغدق علينا نعمه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين